السلام عليكم متدبيين قناة كوتر فلوكس مرحبا و الف و مرحبا بمتدبيين شكرا لكم على الدعم شكرا لكم على تجاعة مرحبا بكم و الف و مرحبا اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة اللي غادي تهنيكم من تشققة الأقدام اللي غادي تهنيكم من حروش يفرج لكم افتدابة كل شي كي يعاني من الوقيف كان دلو في الكوزينة كان دلو في تمارات الكوزينة يعني كان عاني و من تشققات جب لكم الحل النهائي اللي غادي هنيكم مرجلاتكم بقاو معايا اول حاجة كنحتاجو وهي بانيو ولا سطل ولا الحاجة اللي كاستعملو تنجرو فيها امي هدا فيها كيفما تشوفوا معايا صراحة جلية مكرفسين يعني شي سيمانة ما حكيتو موالو و حرش احراشو لي وعفتو الكوزينة و كل شي داك شي خليتوهم حتى ندير معاكم طريقة باش انا كنضفهم و باش كنعالجوهم و باش كنخليهم مرتبين بحالجة الدرير الصغار المهم اول حاجة كنستعملو وهي كناخدو بانيو كي قلت لكم كنديرو فيه مميها متكون سخونة دافية كنديرو فيه الملحة يعني بالنسبة الملحة غادي تحتاجو خنيشة الملحة هيدا شغلت بقاوة تضيفو كل شوية الملحة ثاني مكوين هو الحامض ولعندك خل التفح تهو ديريه ثلاثة طريفات ديال الحامض و الخل بالنسبة لخلي عندك الخل العادي ديره الخل العادي عندك خل التفح المهم كان بقاوة نحركو المكوينات حتى الملحة كالدوب لنا في ذاك الماء و هفتو الماء كيكون دافي و كان بقاوة نعصروا ذاك الحامض اللي درنا هاد المكوينات صراحة رائعة رجلين كتقشر رجلين كتفرتتهم كان بقاوة نحطو رجلينة و كان بقاوة ندلكو في رجلينة و كان بقاوة نحكو فاهي بدينا صراحة انا مع المونتاج و ذاكشيرة غادي نقطع بزاف تلحويج حيتش غادي تبقى ربع ساعة يعني حيتش البانيو غا يبقى قدلية رجل يعني كل رجل غادي ندير فيها ربع ساعة ذاك الشي علاش انه غادي نقص بزاف حيتش الفيديو غا يجيكم طويل المهم كيف ماشتوك تبقى تدلكو بهذا كلماء اللي درتو فيه الملح و فيه الحامض و فيه الخلق تبقى تدلكو في قدمكم تدلكو في فرجلكم كلها صراحة لاناو تتكرف سولينا دبالو كيف في الكوزينا عرفت كل شي كيعاني من هات القضية ذاكشي علاش درت فيديو خاص بالعناية برجلاتنا كل شي منطار كل شي معاني ماشي ما باشتعرفو على العناية ماشي بالفلوس ماشي بشي حاجة و انما هي منطارك هي مني حاب عشرات ريال و هانتي رجلك تشعلو الوصفة المكون اللي رائع فهذا شي هو الملحة هي تتبقى تدلكو بيها تتخرج لك فيما تتشوفوا معايا هانتوما راه القشور تخرجوا هانتوما فرجلية تتقشر يعني هذيك الجلدة الميتة تخرج بهاذيك الملحة و عرفتو مع الخل هو راه يعني انتيبيوتيك الخل تبقى تنقلنا لرجلينة و ليك تتعاني من الفطرية فرجلية ولا لكزيمة فرجلية ولا اي شي فرجلية زين عليه بزاف هذ القضية و زين عليه القدام و لرجلية كلهم صافي بنفس الطريقة ثاني ربوع ساعة ربوع ساعة و انا كندلك في الرجل الاخرى يعني انا ما بيتش نطول لكم الفيديو انا كنقطع وتنكمل معاكم المهم صافي قد بقيت تدلكي ربوع ساعة في كل رجل بالنسبة الى عندك انتي البانيو كبير ولا سطل انا ما كدش مادرتش سطل حيتش مغادش يبالي في التصوار صافي قد شدي تاني كتشدي الصابول البلدي ولا لعندك صابول الكف من الاحسن صابول البلدي حتى الصابول البلدي زويل القدام كتاخدي واحد شوية من الصابول البلدي كما تشوفه معايا و كتاخدي الحجرة كتاخدي القدام تستعملي سواء هذه سواء هذه الحجرة و كتبقى تتفركي فرجلك تشوفو يا لبنات شحال كي يخرج ديال هادوك تفرسيتات و ديال القشور عندما القشور بيضين كي يخرجوا ليا مرجلية كيف متل شوفوا معايا القشور كي يخرجوا القشور تاعد الدنيا و الدينجا و كتبقى تتفركي فيها لما كانتش الحجرة قاسحة كتبقى تتفركي رجلك كلهم حيتش تترجلك مع الملحة و ذاك الخل و ذاك الحمض سوف تتبقى يا لبناتا تتفركي بواحد المدة حتى تشوفوا بدوتي كانو قسونا حتى تتحسبوا قشور تتفرتتو ليا في الفوطه و تعاود يترجعي تاني رجلك لدك الماء و تنادي الملحة كيف متل شوفو معايا كي نزيدو تاني الملحة و تنعاودو تاني و تنفركو نفس شي نعاودو نفركو رجلنا تاني و نعطيهم الوقت نحاولو نعطيو راسنا هم الرفسي ما نعطيو نعطيو الوقت راسنا ما نبقاوش يجرى و هذا ماشي مشكلة نعتانيو بريوسنا لاختتنا ايدياتنا واختتنا العينية برجلاتنا و هذا كتيرا ما غادي ينفع كتاش يحد نفس شي رجل اخرى ثاني غالنا اختاني سابو البلدي و غادي تاخدي حجرتك و غايت تدبقى ثاني تتفركي فيهم تتفركي فيهم من المزيان حتى كتحيي دادك جلدة الميتة عارت الله يكون في العوان و راها كله بعد ذلك هاد الوصفة رائعة امهات ديولي لك تشوفوني و صديقتي لك تشوفوني يا حباباتي المهم اللي يشوفني هاد الوصفة غادي تهنيكم غادي تهنيكم سوف ترجع لكم رجلاتكم كيف تريدون صحة على المرأة من رجلها اي مشكلة تكون عندك راتي بدأ من رجلي يعني لاتهلتي في قديمة كيف تشوفوا معي نفس الشي ثاني زيت الملحة بقي تنفرق في الرجلية ملي مزيان تبقيت تتفرقي فيهم و تحقي فيهم يعني تتعطيهم الوقت ثاني ربع ساعات ثانية وحد اخرى هي في فريكة الملحة و في فريك ثاني كيف تتشوفوا معي تتبقى يا مويمتي ولا أخويتي ولا لي تتشوفني فريكة ملي مزيان حتى تحس بفرقنية في رجليك تعاودي ثاني تفركي تزيدي ثاني صابو البلدي كيف تشوفوا معي راني دايرة فطة ضروري تديروا فطة تحت رجليك فطة دايرها تحت البانيو عاودي ثاني زيت صابو البلدي فاش حكيت رجليا ثاني من الملحة حيث محد كتت حكي رجليك من الملحة محددكو القشور و هذا كل شيء يقصح لك في قدامك كيف يخرج نعود ثاني تناخذ للحجرة وكالمقه ثاني تنفرك أنا البداية كان بنجيلكم الفيديو في الدتاي باش نتيجة تخرج لكم ما تقولوش لي يا را لما صدقتش لي هذه الوصفة كنت نعطيكم شوش تقيت لتتدقيق ما غادي تقولوا لي بلا ما تبقى تساؤلات ملادي تنعطيكم بالتفصيل ذاك شي اللي كان دير كان فصلو لكم وكانقولو لكم طريقة الدتاي كديري صافي مبتاني ما حكوتي تتعاوجي ثاني تتعاوجي ثاني تدير رجليك ثاني في البانيو وعطي راحة وحاولي ترتاحي وتشوفي لي كيف تحسب رجليك شحال رتاحو بزاف 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 مقشر رائع رخيص قدب عليك كدابة راح كل شي عندنا هي في ديورنا هي ما كان نحاول احنا ما كان نعتموش براسنا وكان بقى بتنقولو واي لي تانتي يا داك شي اللي بنا نشوفو شنا انا وضي امو يمتي ما شفتيوالو تهلاي في راسك وتهلاي في رجلاتك وتهلاي في ديورك سوف نبقى هكا كيف ما شفتو معي نبقى مخليا رجلاتي مخلياهم فاديك المعادة فيه ومليحة والحامض واخدها راحتي وستعليك في شي بيت ما يكون حداك لأولاد ما يكون حداك لأولاد ما يكون حداك لأولاد خودي شي بيت وقلسي وتترى حال راسك وتميتي بديتك رجلاتك مرة في السمانة راديك يدني وما فيها سوفي كنشدو كنحزو ذاك البانيو ديورنا و الفوتا شتي اصلا ديري الفوتا كنشدو كنمسحو رجلاتنا مليم زيان كنمسحوهم بالفوتا مزيان كنمسحو بنسبع نديمة فيما غسلتو رجلكم وسببت الفطريات يعني هذا السبب تاع الرطوبة تبقى لنا فرجلنا مهم نمسحوهم منلي مزيان فركيهم منلي مزيان بعدك الفوتا نمسحيهم وهذا الوصفة ديروها في الليل حتى تعشو اللي بتتعشو تصحرو اللي بتتصحرو واعتمي راسك واحد ربع ساعة وطلعي في راسك المهم اما يكون عندك هذي العادية فازلين العادية ولا فازلين الخلا ديوريجين وتقاشر بالنسبة للتقاشر يكونوا هذو السخان تاع الصفة باش يسخنوا لك رجلك مع الملحة وذك الشي وفازلين وذك الشي وديروهم ليا والتقاشر يكونوا سخان سافي دهني رجلك ملي مزيان تبقيت الدهني اللي هي في رجلاتك كل شيء بين صبعك وكل شيء في الفوق والتحت دهنيهم ولبسي ليا دوك تقاشر سخان كيف متى تشوفوا الدهني من المزيان هذيك فازلين ولا الخرا المهم اي دين هذيك تعطي الفازلين ولا هذيك الخرا العادية اللي كان نشري هذيك ناقويا ناقويا ولا ما عارت اسميتها هذيك العادية صافي وتلبسي تقاشراتك هذا ما كان تلبسي تقاشراتك وقلت لكم تقاشرات يكونوا سخان ملي مزيان باش انهم كيعطينا النتيجة وتباتي بهم حتى الصبح ان شاء الله وتحيديهم وتشوفي لي يرجي لك كي يكونوا ما بقيش تعارفي واش ادوك رجلك صراحة ما سخيتش بلكم بلا فيديو كان حماق عليكم بزاف 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 انتمنى يكون تستفدو مني في الفيديو ديالي انتمنى تكونوا تستفدو من الفيديو ديالي ما سخيتش بكم ما تبخلوش علي ميماتي أصحاباتي أحباباتي ما تبخلوش علي بلي لايك جيالكم كان حماق عليكم بزاف 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 انتمنى تجربوا طريقة رجلاتكم وتهتموا برويوسكم وتهتموا بحلتكم ناديمة ضد المرءة ما تهمل شرصها بسلام عليكم فيديو جاي ان شاء الله استفادئجي ان شاء الله بسلام موسيقى موسيقى